طب اقول لكم على حاجة انا اعرف اخت حد من الناس يعني جاية عن طريق حد يعني انا اعرف الاخت دي فهي تعرف حد من طرفها هي عندها واحد وخمسين سنة قالي بشرة واحد وخمسين سنة وزوجناها وتزوجت حد تقول كتبت عيط وتقول تزوجت بكر يعني هي كتبكرة حد واحد وخمسين سنة وسبحان الله الراجل اللي تزوجته يقول فيها كل المواصفات اللي انا عايزها عايزها كنت اقول يا ربي انا سن كبير ومين هتوافق بيا ومين كذا وانا ارمل وعيالي كبروا متجوزين ومين هيوافق بيا بس انا مش عايزها وحدة عادية يعني مش عايزها وحدة سبق لها الزواج عايزها وحدة بس انا عارف ان سنة يجيب يا ارملة يا مطلقة ويرزقوا ربنا انها تكون بكر وفي السن ده فكت بتتبع معاها الاخبار وكذا وعمل فيك حاجة كلميني وانا امك هنا وانا حمات حمات وهبهدل قالت لي والله نعم الرقم نعم الزواج والله كنت اقول يا رب عايز حد عائل وحنون وهو هكذا وليس ذلك على الله بي عزيز اول دعاء رب اني لما انزلت الي من خير فقير دعاء سيدنا موس رقم اثنين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دعاء رقم ثلاثة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ينفع نعمل كده خدنا بالاسباب ودعينا رب بالاسباب طب ناخد باسباب الدنيا تعالي المشكلة ان يبقى لك مثلا اخت او حد كبير مثلا او حد انت تأمني له شخصيا نفسيا طبعا عشان كده بقولك اختك يعني هي اللي تبقى حريصة عليك وتروح والله في المقرأة الفلانية تروح لمديرة المقرأة والله عندي اختي في موصفات كده لو جالك عريس مناسب روح للناس الصالحة مثلا في مكان والله يقولي والله انا وأطلب للزواج والعرفة ويا رب ادعونا لان انا من ساعة ما قلت عارفين والعين رشقة في الابليكيشن ما هيدعوه هو يتم لو تم والله يجوز بنات المسلمين كلهم ان شاء الله يا رب لان انا اقشى من اي انا ما امنش واحد يقولي طب انت عندك اابليكيشن فلانا وفلانا قلت لهم انا معرفش ولا اعرف الحاجات دي ماشية زي انا عايزة البنت اللي تبعتلي وتقول انا موصفاتك تبقى امنة الكلام اللي كتبته امن وعمر التواصل ما يكون معها التواصل تجيب رقم ابوها رقم اخوها ويجي العريس اللي شاف الموصفات مناسبة لو او هي شافت الموصفات مناسبة ليه يتواصل مع الراجل هي برا الليلة عايز يشوف قاعدة فيها يخش زوم وابوها موجود واخوها موجود ده اللي انا عايزاها ادعو ادعو ان ربنا يتم علينا قبليكيشن ده ادعو اللهم امين فانا عايزاكم اخب بالاسباب اشوف حد صالح سيدة خديجة نجي سيدة خديجة جات جاريتها وقالت لها قالت لها محمد قالت لها اسكريني عنده مين سيدة اعمال تحط رجل على رجل كده وتختار ولكن اخترت من التقيي الصالح الرباني وهي ايه ارملة امه كبيرة في السن اربعين سنة وكان خمسة وعشرين شبه ليه عليه الصدفة السلام وتزوجته ليس ذلك على الله بعزيز ليس ذلك على الله بعزيز فانا عايزاكم ما تيقسوش ناخد بالاسباب وندع رب بالاسباب ونحتسب الاجر تزوجي من الشهداء والله والله وكل بقدر الله لعل الله سبحانه وتعالى يعلم ان هو ده الخير لك يمكن لما تزوجي تضغل تنسي الصلاة ونشوف كتير تنسي الصلاة وتنسي كذا وتبقى مشغولة في غم زوجها ونكت زوجها وكذا وتبعد عن الطاعات وهكذا وربنا لا يردى زلك يمكن ما يحصل الأمر زي ده وتبصت لو الله أعرف بنت جميلة وأنا بقولكه أنا ستة هو بقولكه هي جميلة قلبا وقالبا وشكلا ومظهرا شعراء قدت كده والله مبارك ويعني على الجمال العيون اللي شايزة أوصف أكتر من كده بس جميلة جميلة شكلا وبدأ وأموره وع السلة والعينين بتاع مستوى اجتماعي مستوى ثقافي مستوى أكاديمي أنا بقولكه مستوى مدي كل حاجة فيه حملة لكتاب الله عندها خمسين سنة عندها خمسين سنة أنا لو بناخد بالأساني نقول دي الحد دلوقتي ما تجاوزتش ليه ويجيب من البداية هي محددة هي عايزة إيه مش أي حاجة مش أي كلام ونوعب بقى واتطلقت ومحكمة الأسرة لا لا فمش عايزك تزعلي وتقبل بشريتك وتقبل احتياجك الناس السمجة والناس السمجة اللي بيعودوا يلسنوا عليك ويعملوا عليك كلميهم وقول لهم والله يعني وأنا نزيكو والله أنا كمان نفسي زيكو كده أن أنا برضو أروح وتزوج ندعو ربنا سبحانه وتعالى يا خالتي لو حصل يا تنتي ويا خالتي هتو بيأولي اللي عارفين ما تقلقيش أنا عارفة أنك هتفرح لكن ما تستجبيش أبدا أبدا ولا تحزاني ولا تزعلي وعلم أن صبرك ده مش عند ربنا والله يأجورك الله عز وجل والله يعطيك الله عز وجل من فضل انجحي في الاختبار الزواج هدف تكتيكي قصير المدل تحقيق غاية أكبر هي يرضى الله عز وجل فلما الله عز وجل يرضى بدأ بس حاجات كتيرة جيه بالمواصفات تردونا دين واخرقوا على الراس مجاش بالمواصفات ألف نهار مبروك ما ممكن يكون جايبوا مواصفات بس ما تناسبنيش أنا كشخص ممكن يكون فلالي وزي الفل بس ما لا يناسبني وفي الصدمات زي ما حكينا مبارح لكن لا جوازة والسلام لا عايز في شبح العنوسة واكتائب وع لا تقفل على نفسك وتتقوقعي لا اكترك الأبواب أبواب الخير ترجمة نانسي قنقر